العلن من جديد ظهرت سجا حميد الدليمي زوجة أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي يسمى أيضا السامرائي الدليمي اعتقلت وابنها البالغ من العمر ثماني سنوات وقد تبينت المعلومات عن ظروف اعتقالها وفي معلومات لقناة الجديد أن الدليمي اعتقلت عند حاجز المدفون في الشمال وكان ابنها معها وهي كانت قد دخلت عرسال من معبر غير سري وتنقلت في مخيمات اللاجئين هناك وبين عرسال واشتورة والشمال مع قدوم فصل الشتاء وتقول المعلومات أيضا أن الدليمي كانت مع صديقتها المنقبة عندما جرى رصد هاتفها والقبض عليها وزوج هذه الصديقة ينتمي إلى تنظيم داعش وتؤكد المعلومات أن الاعتقال جرى قبل عشرة أيام لكن لم يكشف عنه في وقته أول ظهور للدليمي كان في صفقة تبادل راهبات معلولة يوم ذاك قدمت جبهة النصر أسماء إلى السلطات السورية وتبين أن الدليمي كانت من ضمنها وكان لأبو مالك التلي القيدي في جبهة النصر يوم ذاك دور محوري في صفقة الإفراج عن الراهبات محل دائفية هل ما رأى؟ 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 النصر أنها كانت من ضمن السجينات اللواتي أفرج عنهن معتمدا على تغريدة لأبو عزام المهاجر وهو المسؤول في الجبهة عن صفقة تبادل راهبات معلولة أيضا وقد قال على تويتر لو كنت تعلم يا أخي بالدولة من خرج في صفقة التبادل لبكيت قليلا من الفرح ولا ضحكت كثيرا والتلميح كان إلى تحرير زوجة البغدادي سوجة دليمي الدليمي تنتمي إلى عائلة داعشية بامتياز وقد اكتسبت منذ اللحظة الأولى لاعتقالها أهمية كبيرة في نظر النصر وداعش وما يسمى الكتيبة الخضراء ليس لموقعها الجهادي وإنما لتقاطع علاقة أفراد عائلتها بين المجموعات الجهادية الثلاث في العراق وسوريا فإلى جانب كونها زوجة البغدادي هي كذلك الإبنة الكبرى لحميد إبراهيم الدليمي أحد أمراء داعش في سوريا وأحد الممولين المؤسسين للتنظيم ويقود شقيقه عمر الدليمي وحدة عسكرية تابعة لداعش وقاتل شقيقها الصغير خالد في صفوف الكتيبة الخضراء أما شقيقتها فهي دعاء أول امرأة انتحارية أرادت تفجير نفسها عام 2008 في تجمع كردي في أربيل بعدما لفت جسدها بحزام ناسف ثأرا لزوجها حارث أمير التنظيم في منطقة العاملية في بغداد الذي قتله الجيش الإسلامي لكنها أخفقت بسبب عطل فني وتقول معلومات أن الدليمي كانت تعمل حلاقة وأحيانا خياطة في منطقة الأنبار وعاملية في بغداد وكانت متزوجة برجل عراقي هو أحد قادة جيش الراشدين وقتل عام 2010 على يد الجيش العراقي صيد ثمين آخر للقوى الأمنية تمثل في القبض على زوجة أنس شركس الملقب بأبي علي الشيشاني وهو أحد القادة الميدانيين لدى جبهة النصرة في القلمون وقد حل محل أبو عزام الكويتي بعد مقتل الأخير واللافت في الموضوع أن المدعو أبو علي الشيشاني هو أحد قنوات التواصل التي بدأت تفاوض معها في ملف العسكريين المخطوفين وقد قبد على زوجته في القب في ترابلس وكان يرافقها ولدى الشيشاني والمفارقة أنه مع كل تعثر في مفاوضات إطلاق سراح أسرة لدى داعش أو جبهة النصرة تعود الدليم إلى الواجهة لتكون العصى السحرية ومفتاح إطلاق سراح مخطوفين وقيمتها اليوم لا تتأتى من كونها ابنة داعشي وزوجة داعشي وعلى ما يبدو ستصبح الدليم ومعها زوجة الشيشاني محور المفاوضات على جميع المسارات بحيث يفتح باب داعش وجبهة النصرة على مصرعيه ويخرج من في الداخل في صفقة تبادل يكون في مقدمها العسكريون المخطوفون في مقابل رأس الدليم وزوجة الشيشاني